الآن نحن عندنا ما يسمى إكراه يمكن أن نقول على ثلاث مراتب المرتبة الأولى ما لا يسمى إكراها أصلا وهما مراتب أبروه شروب ثلاثة والدرجة الثانية ما كان فيه إكراه ولكنه يعني ملجئ الجاء شديدا والثالث ما كان فيه إكراه دون ذلك أتصور كان فهمي صحيحا أن المرتبة الأولى يقع طلاقها قولا واحدا لأنه غير مطلحة الحقيقة والثانية لا يقع الطلاق قولا واحدا لأنه ليس بيده وإنما نزاعنا الآن في الحالة الثالثة وهي إذا ما وقع الإكراه ولم يكن ملجئا هذه الحالة هل يقع الطلاق المرء فيها أو لا يقع ينفذ أو لا ينفذ هذا خلاف بين الفقهاء منهم من رأى أنه ينفذ لأنه إذا كان الكفر أقصد لا ينفذ لأنه إذا كان الكفر يسقط عنه في هذه الحالة فبعضهم رأى أن تصرفاته تنقسم إلى قسمين ما كان منها إثباتا وما كان نفيا أو ما كان سلبا وما كان إيجابا الطلاق إيجاب لا في خلافها لو إيجاب أو سلب عجيب لأنه إبطال للأسمة أين نعم والإبطال سلب لكنه مبادئة منه ولو لكنه سلب فاختلفوا في مثل هذا النوع يقول أبو الحسن علي الزقاق في قواعده في المذهب المالكي لا يلزم السكرانة هذا في السكران لكن مثله أيضا مكره لا يلزم السكرانة إقرار عقود بل ما جنى إطق طلاق وحدود فهذا كله من باب واحد نعم طيب الذي يحتج بقوله تعالى أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسان ومستكره عليه على عدم نفوذ طلاقه أليست حجة كافية وقاطعة في المساعدة؟ هذا من باب تعميم المقتضاء والقاعدة الوصولية أن المقتضاء لا عموم له والمقتضاء هو المحذوف الذي لا يصح الكلام إلا به والمقتضاء هنا لا عموم له فإذا كان المقصود الإثم فرفع عنه الإثم لا يدخل في ذلك ما سوى طيب حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وفسره بعضهم بالإكراه نعم من نسبة لهذا يستجل به الذين يرون أن الطلاق الطلاق المكره لا يلزموا لأن هذا إغلاق في الواقع